مرحبا بحضرتكم مرة تانية من بعد الفاصل في ناس ابتدت قرازي دخلت المدرسة وفي ناس لسه هتدخل 1 أكتوبر ومع بداية كل سنة وكل عام دراسي في بعض المشاكل اللي بتواجه الأمهات في البيوت المصرية خاصة وهي رايحة تصحي أطفالها عشان يروحوا المدرسة أو الحضانة لأن الطفل بينام وبيصحى براحته في الأجازة طب دلوقتي بقى محتاج يصحوا على ستة الصبح عشان كده كان عندنا حرص أننا نقدم لكل الأمهات إزاي يعودوا أولادهم يناموا طبيعي قبل دخول المدارس عشان يتعودوا على الصحيان بدريخ قال لنا نرحب بضفتنا في الستوديو دكتورة ردوى سعيد عبدالعظيم استشاري الطب النفسي بالأسر العيني لا تدينا رشدة كده نعرف منها نعمل إيه مع دخول المدارس صباح الخير عليك يا دكت صباح الحاجات الحلوة كلها يعني عايزين نعرف منك إزاي الأمهات في الأول خالص كده تبتدي تعود أطفالها أن هما يرجعوا تاني يناموا بشكل طبيعي يناموا بدري ويصحوا بدري عشان تعودهم على المدرسة خاصة اللي لسه هيدخلوا المدرسة في 1 أكتوبر خلينا نتفق أنه كل حاجة في الحياة نوع من أنواع الديسبلن الالتزام وأسلوب حياة فأنا لو معاود أطفالي طول الوقت أنه فيه وقت للأكل فيه وقت للعب فيه وقت للمذاكرة فيه وقت للتلفزيون فيه وقت لأن أنا أمسك التلفزيون يعني كثير من الأطفال النهاردة على الجادجيتس اللي هي البلاي ستيشن التلفونات ولو هو ما عندهش تلفزيون يحاول يوصل لتلفزيون والدته أو والده فلما بابقى منظم من الأول أنه الدنيا مش مفتوحة وأنه أنت لازم تتعود على أنك تقول ستوب توقفت خلصت لعب في اللحظة دي دلوقتي وقت لازم أعمل فيه الواجب دلوقتي وقت لازم أتدي أتأهب للنوم وده الموضوع لحضرتك يعني بتطرحي هو أنه النهاردة أنا بصهر لحد ساعة واحدة واثنين الصبح كتير من الأطفال والمرهقين بيبقوا قاعدين بيفرجوا على حاجات على التلفزيون بيشات بيعودوا يبعثوا رسائل لأصدقائهم بيلعبوا مع بعض فإزاي أنا بدل ما هنعمل ساعة واحدة اتنين لأ لما أنا محتاج أنامل ساعة تسعة عشان هصح الساعة ستة صباحاً لو أنا مخي متسطب على أنه أنا لما بحتاج أعمل حاجة لازم أعملها خلاص المسألة دي هتبقى نعمة يعني الفترة الانتقالية دي هتبقى نعمة طبعاً مفيد أنه أبتدي أعود الطفل من قبل يوم دخول المدرسة قبلها بكم يوم نبتدي بقى لأ إحنا هنبتدي النام بدري مش يومها بالزبط هيبقى داخلي ينام الساعة تسعة وبعدين هينام الساعة تسعة وده يمكن اللي بنعمله كمان في صحة النوم إنه أنا ببتدي أخلق عادات صحية فبسبت ساعة الدخول للسرير مش لازم أكل وجبة تقيلة علشان الهضم تعصر الهضم ممكن يخليه معرش نام ده السؤال مهم يعني أنا جميل إن أنا أعمل تدريج لغاية ما يوصل لكن إزاي أساعده غذائياً إيه أفضل الأطعمة اللي أنا عشان أخلي ابني أو بنتي تصحى الصبح بدري عملها أفطر إزاي غدا إزاي عاشة خفيف إزاي علشان تعرفت أنه سؤال لطيف جداً وأنا مش تحت تخزية نبدأين وأنا بحب التخصص قوي تمام ولكن الشيء اللي أنا الشيء بشيء أذكر يعني الشيء المهم في الموضوع ده هو إن أنا ما ينفعش إن أنا أدي وجبات دسمة بالليل وإنه فكرة إن إحنا عندنا ثلاث وجبات فيش ينسون ينعناع الحاجات المهدقة يعني أنا هارد على سؤال حضرتك في حدود معلومات فالفكرة إنه الواقبة تبقى خفيفة إنه ما يبقاش فيه صعوبة في هضمة فما ما تديش بروتينات عالية بالليل لأن البروتين بياخد وقت أطول في الهضمة جوه المعدة فده مهم ما شربش الطفل سويل كتير لأنه هيضطر يقوم أثناء الليل علشان يخش الطويلت الحمان فبالتالي مهم جدا إنه أنا بهيأه للنوم إنه مثلا آخر وجبة أخدها للعشاء الساعة سبعة لو هو هينام ساعة تسعة فدهت ساعتين للهضم وللإخراج وكل حاجة بحيث إنه نايم خفيف السوائل اللي شربها الطفل آخر حاجة الساعة سبعة لأنه قبل ما يخش السرير هيبقى دخل الطويلت عشان ما يقومش كتير لو هيحتاج يقوم أثناء الليل طيب دكتور يعني إحنا عارفين إنه بنسمع كتير إنه البعض محتاج من 6 إلى 8 ساعات عدد ساعات النوم يعني عشان يصحى في الأطفال محتاجين كام ساعة نوم عشان يقدروا يكونوا صحيين فيقين للمدرسة ويفهموا كويس في الكلاس بتاعته وبعض الحصص بتاعته مفيش اتنين في العالم زي بعض خلينا نتفق وده يمكن من إبداع الخالق فاللي حضرتك محتاجه وبيريحك وده الطبيعي بتاعك يختلف من شخص للتاني كل أم بتبقى لحظة كل أم أو كل أب لأنه الحقيقة بحترم جداً الأباء اللي هم بيشاركوا مشاركة كاملة بالضبط كده وأحياناً بتبقى الظروف أنه هو اللي بيربي مش هي اللي بتربي لأنها مش موجودة توفت أو حصل انفصال أو أي حالة أو شغلها عدد ساعاته أكتر فهنقول أنه الراعي أو المربي اللي مسؤول بيلحظ دايماً أنه الطفل ده لما نام أقل من ست ساعات من سبع ساعات من تسع ساعات هو مش مركز قاين مقاريف استيعابه مش بنفس الكفاءة فبالتالي أنا بشوف قدر الساعات اللي محتاجه الطفل ده وبساعده أنه هو يحققه في الليلة وخاصة في ليالي الدراسة لو بنكلم في نسب يعني مثلاً نقدر نقول من ستة لتمانية أو من تمانية يعني عدد أكبر يعني من سبع لتسع ساعات ده المتوسط ولكن في ناس بتحتاج عشر ساعات في ناس بتكتفي بست ساعات عادة وإحنا أصغر في السن بنحتاج عدد ساعات أكبر وخاصة لما بيكون في تحصيل دراسي نقطة دي في المنتهى الأهمية لأنه تخزين المعلومات وأنها تثبت جوة المخ بنعمله أثناء عملية النوم فالنهار ده وأنا بذاكر أو بحصل دراسياً لما ببنامش كفاية أنا ما بعملش التخزين المطلوب للمعلومات اللي أنا بذاكرها بالشكل اللي يساعدني بعد كده على أن أنا أستخدمها سواء بقى في الامتحان سواء بعد كده في حياتي فعملية تكوين بروتينات الذاكرة بتتأسس أو يعني بتكتمل أثناء النوم فطول ساعات النوم ما هواش عيب ومش معنى كده أن الولد ده كسلان أبطأ أو كسلان لا ممكن يكون هو في حاجة إلى ذلك وبرضو مهم وإحنا منتكلم على النقطة دي إن إحنا نقول إن بعض الأطفال اللي بيعانوا من اضطرابات في المزاج يعني الطفل يبقى بيتعرض لمشاكل في المدرسة أو عنده مشاكل مع زوية مع أصدقائه بيتم تحرش به مقصودش تحرش جنسياً أقصد إنه بوليينج يعني تنمر في نوع من نوعات تنمر ضده أو ضدها فالأشياء دي ممكن تسبب ضغوط للطفل وبتأثر على نوعية نومه تعمله أرق أو تخليه يهرب فينام كتير قوي ده أو ده ده أو ده فبالتالي لو أنا لاحظت إن فيه اضطرابات في نوم للطفل بتاعي غير معتادة يعني هو طول عمره بينام هادي وبينام ست سبع ساعات وبيقوم شبعان نوم وما عندهش مشكلة وبتدي ألاحظ إنه بقى بينام كتير عن المعتاد أو إنه مبقاش بيعرف ينام يبقى لازم أنتبه فوراً إن أنا يعني أفحص المسألة دي وأديله كواليتي تايم يعني أديله وقت زو نوعية وتركيز ما بقاش منشغل بإن أنا لازم أجري للشغل ولازم وراي حاجات تانية أهم من الطفل لأنه في الآخر هتتفجر المشكلة يعني المشكلة مش هتروح لوحدها هو مشكلة نومه مش هتتحلل لوحدها صحيح صحيح طب الدكتورة اللي عندهم أطفال أو بنات في فترة المراحقة ربما بيعانوا شوية من قصة مش العناد بس اللي هو إيه أنا عايزة أو عايزة أفرض شخصيتي فنام طب ما أنا عندي مش عارفني ما أنا مش عارفني دايما في رد جاهز آه والله أنت عندك صعوبة بقى في السيطرة مش عايزة أقول بقى ممكن تكون بتسمعني لسه غيابة ده حلو إنها بتسمعك جدا لأنه يعني أنا لو مكانك هبقى فخورة ببنتي أو ابني اللي عايز من بدري يبقى له وجود طبعا وكيان ودي برضو الحقيقة زاوية حساسة لأنه فكرة أنه أنت ابني أو أنت بنتي أنت بتاعتي تعملي اللي أنا عايزه هو أنا اللي فاهم الصح لا ده ما دي انتعش انتهى العصر بنشوفه يعني بص فيه لسه ناس كتير عايشة بفكرة أنه ده لازم ليكون ده نقاش ده بيعمل شقاط ده تربية نقاش وتحضر وطبعا ما نفعش ده كلام نظر يا سعى تلبي إنما الواقع بيقول أنه أنا ده أنا جبتك وأنا اللي بأكلك وأنا اللي مسؤول عنك وأنا اللي بصرف عليك أنا سبونسر كده مش قبل أنا سبونسر بالضبط للحياة دي وبالتالي أنت بالرموت كنترول فأنت بطل لعب دلوقتي وتنام دلوقتي وتقوم دلوقتي وتجيب لي أعلى نمر في المدرسة بدوسة الزرار اللي هو الأمر ما بيحصلش لأنه كمان مع الضغوط اللي في الحياة كلها أنا مش عارف الطفل بتاعي بيتعرض لإيه في الوقت اللي هو مش معايا أنا مش داخل جوه مخه وجوه مشعر وأحسيسه فلازم أخذ الوقت وأخذ المسألة دي بجدية شديدة الحوار يعني أن يبقى فيه حوار متواصل مع ابني أو بنتي وحتى لو دا تقيل على قلبي لأن كلنا طبعا عندنا ضغوطنا إحنا الشخصية وفكرة أن أنت لازم تنزل بمستوى الحوار وتسمع كلمة أسمع دي قصة كبيرة مين فينا دلوقتي بقى بيعرف يسمع معظم الناس بتلقي يعني هو أعايز ما يستقبلش يرسل بس فهي دي النقطة المهمة قوي أنه إزاي أنا أخلق لغة حوار تقربني من الطفل بحيث أنه أستشعر بسرعة جدا أي تغير وأبقى معه الخط علشان أبواقف جنبه أبواقف جنبها طيب الطفل اللي حصله في فصل الصيف تغير معين في حياته خلينا نقول نقل مكان بيته مامتوه بابا مفصله حصل أي حاجة بابا سافر يشتغل في دولة تانية فهو دلوقتي يعيش مع مامتوه لوحده مثلا وابتدى يدخل المدرسة إيه الحاجات اللي أنا كأم أو كأب أتعامل معها مع الطفل ده في أول أيام الفصل الدراسي عشان أحسسه أنه كل حاجة بيش حاجة تغيرت وأنه أنت كويس وما فيش مشاكل نفسية حصلت لك يعني خلينا نتفق أنه الأب أو الأم اللي محطوط في الموقف ده يعني الله يكون في عونه لأنه بيبقى عليه عاطق ومسؤولية أنه أنا بقيت الأب والأم في اللحظة دي سواء الأم هي اللي مسافر أو الأب اللي مسافر إحنا دلوقتي الضغوط الاقتصادية في العالم كله تخلي إن أيا حد عنده فرصة ما بيفوتهاش عشان يعني الحياة كريمة لعياله فالنهار ده إشراك الشريك يعني إن أنا أشارك حتى الأب أو الأم اللي مسافر ده مع الطفل بحيث إنه ما يحسش باختفاءه طب إفرد الأب توفى أو الأم توفت لازم أدور في محيط الأسرة على حد يستعيده يعني أخويا يبقى بيقوم بالدور ده الجد لو موجود حد هو بيحبه ويبقى قريب منه بحيث إن أنا أوفر له طب مفيش خالص يبقى أنا لازم أبقى منتبهة تماما إن أنا أفتح معاه محاور ممكن يكون الأب أو الأم كانت هتقوم بالدور ده فلازم يكون فيه وعي ده رقم واحد رقم اتنين وده مهم جدا إنه لازم وصلني إنه ممكن يكون الطفل مضغوط ومش عارف يعبر فممكن أسمح له بإنه يعبر أكتر عن طريق لعبة أرسم معاه وأسيبه هو اللي يرسم إيه اللي هو حسه وأبتدي أساعده على إنه يغير الصورة عن طريق الرسم أو أخذه نروح نلعب ماتش أو نخرج نلعب بولنج حاجة أنا كون بعرف أستمتع بيها وهو كمان أو هي كمان بتستمتع بيها وأسيبه يختار فهنا وجود الأب أو الراعي اللي لسه بقى ما سافرش جنب الطفل بيفرق جداً في إنه يقدر يتخطأ المحنة لأنه اللي حاجة بتوصفيه ده صدمة لو أي حد تحط فيها هيحتاج إنه هو يتأقلم فإزاي أن أنا أدعم الطفل ده أو المراهق إنه يتأقلم بأفضل صورة طب إزاي نعمل أنشطة صباحية نهيق بيها الطالب إنه يستقبل عشاعة الشمس يصحى من بدري يقتنع إنه ينام من غير لماضة اللماضة طعبات جداً يعني كل ده في باكتج يعني أنا النهارده لو عايز أقنعه إنه هو ينام وهو مش عايز ينام لأنه بكرة الصبح ما عنديش حاجة يعني ما لما تيجي المدرس فإزاي إن أنا أدحك عليه بصنعة لطافة وإن أنا أقنعه بإنه فيه نشاط صباحي أو فيه حاجة نخلق ده إزاي يا دكتور خلينا نتفق إنه ما حدش بيتعلم ببلاش طبع وإنه أفضل طريقة وأقصر طريقة للتعلم إنه أنا هعيش تبعات القرار بتاعي وبالتالي أنا اللي هتعلم أنا اللي هتطر غصباً عني زي كده لو حضرتك سهرت في يوم وعندك صباح الخير يا مصر الصبح هتقوم تعبان جداً ومرق الأسبوع اللي بعده أو المعادل اللي بعده هتقول يا أنا ما كنتش قادر أبقى فايق وأنا قاعد بكلم الضيف فبالتالي لا أنا لازم أنام بدري زي ما ده بيحصل لحضرتك بيحصل للطفل فطريقة زكية جداً من الأهل إنه يسيب الطفل يعمل اللي هو عايزه ويبقى متابعه بابتسامة عريضة تاني يوم والنهار ده بقى كنت عايز تنام بقى في الفصل طول اليوم احكي لي طب إيه اللي أخدته النهار ده في درس الحساب ويبقى معاه بمنتلقة ريحية فكرة إنه أنا بجري وراه عشان يعمل اللي أنا عايزه هو هيجري بعيد هنبقى بنجري ورا بعض لا أنا هقابله أو هقابلها أتصاري بس أنت اللي بكرة هتتحملي تبعات ده مهما كان عنيد بعد شوية الإرهاق والنتائج السلبية اللي هتجيله من قراره الخاطئ هيبتدي هو يتعلم إنه لازم يغير ده فهو ليعمل مجهود فأنت رميت الكرة في ملعبه ولكن أنت دائما ملاحظ مراقب موجود بتتعامل مع الطفل بحب وبقبول لأنه أكتر حاجة بتفرق في وعي الأطفال وبتحميهم حتى من الأمراض النفسية بعد كده هو إن أنا موجود في حياة هذا الطفل بشكل فيه عطاء غير مشروط يعني مش أنا بس هخرجك لو جبتلي نمر حلوة بس لو أنت مقدرتش أو تعثرت في بعض المواد أنت محروم أنت متعاقب أنت سيء فهنا ارتبط حبي للطفل بأنه بيجيب نتائج فقط ده بيؤثر تأثير سلبي شديد على النشط وبيخليه ما يجيبش أحسن ما عنده إنما لو أنا فهمت هو ليه مش قادر يجيب مواد كويسة أو أرقام كويسة في الحساب أو في اللغة الإنجليزية وسألته تحب مساعدة يعني حتى طريقة الوقوف جنبه مختلفة ده مش أنا هجيب لك مدرس وإنت أقعد دلوقتي وإنا بعمل لك كل حاجة وإنت برضه فاشل وده بنسمعه في بيوت كتير طبعا فإن أنا أفرغ غضبي وأمالي وطموحاتي في الأطفال ده بيجيب نتائج سلبية شديدة فمرة أخرى إنه مهم جدا إنه أنا أصاحب الطفل ده أبقى معاه أبصله على إنه شخص منفصل حد جديد بيتكون وأنا بشهد عملية التكوين دي بصبر وبحب وبإن أنا بضيف حاجة لنفسي لأنه ده في الآخر استمرارية ليا ابني أو بنتي وكمان للمجتمع لأنه ده شيء مهم جدا إزاي أحبب إبني أو بنتي إن هم يروحوا المدرسة فكرة إن أنا صحي طفل من النوم في السقعة بالذات لو نتكلم عن الشتاء وأقول له يلا إسح عشان تروح مكان تتعلم فيه وهو لسه مش مدرك أهمية التعليم إيه هو بالنسبة له فكرة يعني مش قادر أعمل ده إزاي أحبب أولادي في فكرة المدرسة وكمان عايزيكي تقوليلي لو بالذات عندهم يعني تجربة من السنة اللي فاتت تنمر مثلا خلينا نقول أنت فتحتي موضوعين مختلفين الجوبي عليهم بقى أول موضوع هو إنه ده مش عبق بس على الأب والأم يعني ده عبق على المدرسين إنه إزاي المدرس بكل الظروف اللي هو ممكن يبقى محطوط فيها وإنه مش سهل التعامل مع فئات معينة مراهقين ممكن تبقى مش كل إمكانيات متاحة في المدارس الحكومية لأنه إحنا مش نتكلم بس عن مدارس الخاصة إحنا نتكلم على كل مدارس الدولة فبالتالي إزاي المدرس ده يعرف يخلق جو محبب يخلي الطفل عايز يصحى من النوم يروح يقابله يروح يتعلم معاه إزاي يبقى المسألة فيها هزار شوية أثناء الدرس فيها إنه بيشركهم في العملية التعليمية يعني هو مش بس بيلقي المحضرة أو الدرس إنما كمان بيسألهم أسئلة تخليهم هم كمان مركزين معاه أثناء الشرح فبيخفف العب بتاع الشرح من عليه وبيخليهم هم كمان مور انجيجد يعني منخرطين معاه أكتر في العملية التعليمية آدي رقم واحد إنه ده مش بس الأب أو الأم طب الأب أو الأم ممكن يبقى صاحي من النوم وده بيبقى عملية صعبة جدا إن الأم اللي صاحية وهي أصلا مش عايز تصحى عشان تحضر الوجبات اللي هتديها لأطفالها إذا كانت بتديهم واجبات مش بتديهم مثلا فلوس يشتروا من القانتين أو يشتروا حاجة أثناء اليوم فهي أصلا يعني مضروبة على دماغها على إنها تقوم من النوم فزاي يبقى فيه جو من البهجة وساعات كتير ممكن نخلق ده بنشاط رياضي أو نشاط روحاني يعني فيه ناس بتقوم الصبح تصلي مع بعض أي إن كان إنوع الصلاة يعني سواء صلاة مسيحية أو صلاة إسلامية أو صلاة يهودية أو صلاة بوزية أنا بتكلم على كنوع من أنواع النشاط بنبتدي بالاستعانة بربنا سبحانه وتعالى بحركة لأنه مثلا في صلاة المسلمين إحنا بنتحرك وده نوع من أنواع الرياضة فده ممكن يكون نشاط ممكن يكون النشاط إن أنا بعمل فعلا خمس دقايق رياضة عشان أفوق وممكن أن الرياضة تبقى حاجة بسيطة جدا يعني مجرد إن أنا بطبطب على جسمي وفوق نفسي وكتير من الأمهات على فكرة بيعملوا الحاجة دي بطريقة لطيفة جدا يعني وهي بتفوق ابنها أو بنتها الصبح تربط على خده بحنية أو تملس عليه بحنية بحنية طبعا الحب غير المشروط ده من أهم مشروط تربية الأطفال آه يا فندم لا وفكرة الملامسة طبعا يعني الملامسة والدفء الجسدي ده يعني مهم جدا تربية الأطفال صحيح اكسير الحياة حقيق فالحضن الصباحي تاعة الأمة أو الأب الحاجات دي يعني ملهاش تمن ومفيش حاجة بتسويها في العالم فده بيفرق جدا في يوم الطفل يعني أتمنى أكون الديت رد لسؤال الأول أما مشكلة التنمر ففيه في بعض المدارس ومتالي حتى في بعض المدارس الحكومية بقى فيه أخصائي نفسي والأخصائي النفسي أو الأخصائي الاجتماعي ده بيلعب دور خطير في حياتنا ولازم يكون نشيط ولازم يكون بيتواصل بشكل مباشر مع مدير المؤسسة يعني كان مين المدير ده مدير تعليمي أو خلافه علشان هو نفسه يبتدي كمان يلحظ ويشخص لو فيه أي حالات تنمر طيب مفيش الأم وصلها التغير زي ما قلنا في عادات الطفل في طباعه في نومه إنها لحظة إن فيه مشكلة لازم يبقى فيه وقفة واضحة ودعم للطفل أو الطفلة ونشوف إيه أبعاد هذا التنمر أحيانا الأطفال بيكبروا أو بيصغروا المشكلة فلازم أسمع الطفل أو الطفلة بشكل واضح ومفيش مانع أبد إن أنا أروح لمدرسة وأبحث المسألة مع المدرسين بحيث يعني لازم يكون فيه تشخيص ولازم يكون فيه وقفة ولازم الطفل ده يبتدي يتعلم ياخد حقه لأن أكبر مشكلة بنشوفها بعد كده إنه هو بينزوي وما بيعرفش ياخد حقه بيت حياته صحيح فيعيش بقى دور الضحية والمفعول به في أي مشكلة بعد كده فلازم العلاج المبكر التشخيص والعلاج المبكر للحلق دي سؤالي الأخير هل صحيح إن تعرض الأطفال لأشعة الشمس قبل المدرسة بيهيأهم نفسيا للدخول يعني أنا لو عايز ابني أو بنتي يصحوا قبلها فأخذوا كل يوم الصبح النادي يشوف شمس يشوف شمس فحيهيأه نفسيا حيبقى أفضل من إنه هو صحي وقاعد في البيت قبل المدرسة أيوة حريكة صحيح الساعة كام ما أنا مش حصحي برضو بدري قوي يعني بيدي ندرج يعني عشر ربع كيهة تسعة بعد كيهة تمانية ما قص المدرسة الساعة كام حضرتك المدرسة بدري المدرسة بدري طبعا بس أنت بتتكلم في لسه إحنا بنتكلم في أول أكتوبر لو بالنسبة المدرسة العادية لو المدرسة الإنتراشية اللي دخلت فعلة آه فهمت السؤال حيحيك تقصد إن إحنا نبتدي نعوده على الصحيان بدري بنحنا ناخده النادي قبل ما يبتدي الدراسة مش كده تعرض لأشياءات الشمس تحديد فالشمس مهمة جدا في المزاج طبعا ريفة من دي أبحاث كتير جدا اتعاملت في المسألة دي بس التاني أنا بفكر حضرتك بأنه الناس مختلفة فيه ناس بتحب الشتاء فيه ناس بتحب المطر فيه ناس بتزدهر في الجو المزلم فتاني أفكاري المسبقة ما ينفعش أبدا إن أنا أشوف إنه هو ده الصح أغلب الظن زي ما حضرتك بتقول تعرض لأشياءات الشمس مهمة حتى عشان فيتامين دي وفيتامين دي مسؤول على المزاج أنا كنت سجلت قبل كده مع دكتور كان قال لي أن أهالينا الكبار السن في القرى والأرياف بيعيشوا كتير بيوصلوا لثمانين وتسعين عشان بيعودوا كتير في الشمس وقال دي نعمة من نعم ربنا لأنه مهما كان غذاءه مهما كان ميته وخلافه ولكن وكونوا في الحقل أو في الطبيعة في الطبيعة طول فترة النهار بشكل يومي ده بيخلي عوده مصلوب عموده الفقر واقف في الكالسيوم أو عموما يعني العظم بتاعه ناشف صح بصوا كلنا بنتمسح في أهلينا زمان طبعا وفي العصر الماسي مش بس الدهب من الحياة اللي احنا بنحلم بلحظة منه الأسباب إيه بالزبط طول العمر للناس اللي عايشة في الطبيعة أنا في رأيي نقولها أن الإيقاع نفسه بتاع الحياة أسهل وأبطأ وأنه الطلبات على الجهاز العصبي وعلى اللي مطلوب منه يوفره أقل وأن الأشياء موجودة بشكل أسهل وأكيد بشكل أكثر صحة يعني هو اللي بيزرع الحاجة اللي بيأكلها وبيربي الحيوانات اللي بيتبحها عشان يأكلها أيا كان إيه فالمنظومة كلها مختلفة ولكن ما ننساش برضو أنه التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر فأوقات معينة ممكن يعرضنا لسرطان الجلد فأحنا بنختار الوقت اللي احنا بنعرض فيه الأطفال ويستحسن يكون بدري يعني قبل الساعة 12 أو بعد الساعة 3 علشان ما تبقاش الأشعة مباشرة وبالتأكيد أن الفيتامين دي مسؤولة عن المزاج وأن قلة فيتامين دي اللي بتتكون من التعرض لأشعة الشمس بتسبب الاكتئاب وده لقناه في ناس كتير جيلي من الحاجات كمان الحريك قلتها أنه لازم نتأكد أن أطفالنا عايزين يعملوا كده ولا لا عايزين يصحوا بدري عشان يعودوا في الشمس ولا لا حسب مزاج كل طفل فيهم من الغموش على حاجة معينة كل شكر لك يا دكتورة ردوى سعيد عبدالعظيم استشاري الطب النفسي بالأسر العيني يعني فتيننا جدا معلومات وافية في الحقيقة شكرا لك تنورتين يا دكتور الله يخليك ده نوركم